موسيقى ضمن التحركات الاقليمية والدولية تجاه الملف السوري تعقد قمة ثلاثية تجمع كل من الرئيس الروسي بنظرائه التركي والايراني في مدينة السوتش الروسية وذلك تمهيدا لمؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في اوائل ديسمبر المقبل ملفات كثيرة على طاولة المباحثات بين زعماء الثلاثة تمهد الطريق امام الوصول الى حل للمسألة السورية المستمرة والتي اثرت بتبعاتها على امن ومصالح دول الجوار وبالاخص تركيا حيث اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في تصريحات سابقة ان القمة مهمة جدا كونها ستحدد مصير مستقبل المنطقة زخم سياسي كبير وتحركات مكوكية سبقت انعقاد القمة تخللها زيارة الاسد الى سوتي قبل يوم من المؤتمر ولقائه ببوتين لضمان موافقته على مقترح حل من المحتمل التوافق عليه في القمة تبع ذلك مباحثات روسية مع بعض الزعماء العرب اضافة الى ترامب وانيتنياهو موسكو تستعد من خلال هذه الجولات السياسية الى فرض ارادتها بما يضمن مكتسباتها الاستراتيجية وسط غياب القرار العربي والدولي او بالاحرى تماهية مع ما تريد موسكو تكريسه في سوريا سعادها في ذلك التوافق مع الدول المحورية في الملف السوري كتركيا وايران عبر تفاهمة تحكمها المنافع المتبادلة التي ردمت عمق الاختلافات الجوارية بين المحور الثلاثي مرحلة جديدة تلوح في الافق تنبثق عن مؤتمرات عديدة الا ان جميعها يصب في خانة المصالح الروسية والمكاسب الاقليمية ضمن سلسلة بدأت في التميع العسكري في آستانا ومحاولات لتصفية جزء من المعارضة الوطنية في الرياض اثنين ثم الانقضاض الكلية على الثورة في سوتي وجونيف المقبلين ترجمة نانسي قنقر